واحد صوفي قال لا لا طلع فتوى قال قال عضو من علماء السودان قال لا لا صوفي صوفي عنده مشكلة في الدين في عقيدته في رب العالمين اصلا معروف بنعرفه قول غير الله بيخلق وغيره كلام زي ذا جال لا لا يفتقال بيجوز الخروج على الحكام كذيها صوفي لو لو اصلا قلنا الخروج على الحكام جايز ومباح مثلا لو فرضنا الاولى السبب ان نخرج بيهو عشان العيش غلاء والبنزين والسيولة ما في ولا الاولى كثرة القبب البنيته ايته ايهما اعظم الاولى انتشار الشرك ان نشروا ديل عباد القبب وعباد القبور ودعاة الشرك والوثنية ولا الاولى نخرج عشان الرغيف غلاء ولا غير ولا غير ده عدم الاولى ياتو عشان تعرف ان الشغلها شغلها بتاع الدنيا كلام الشيوخ ديل انا برجع وابقول والله ما اراده الا الدنيا شاكده على ابن نبي طالب الزمان رضي الله عنه لما تكلم عن الخوارج زمان قال الخوارج طلاب دنيا وده الليلة اللي بيسويشه واخد دين ديلة وانا كلامي معهم اكتر شيء وكلامي معهم حر ليه لانو ديلة كتير منهم عارفين الحقيقة وما دا لنا معقول يا ناس شيوخ بتاع دين واحد عضر لدي اكتوراه فرحان بيه يفهم الدين اكتر من رسول رب العالمين كده بس بالراحة كده بالعقول معقول الكلام ده هل يعوغل ومعقول يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ما دير مصلحتنا زي ما هم بيقولوا عن كلام الرسول يقول لك ده يدعون الى الزل والخنة لا هم بقول لك الرسول دعانا لكده لكن بيلف وبدور لما تقول للرسول قال اسم عواطع يقول لك لا الاسلام لا يدعو الى الزل مول قال اسم عواطع هو الرسول صلى الله عليه وسلم معناها ده في الناس بيردوا على منه على النبي صلى الله عليه وسلم شاءه أم أبو هم بيردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن دي لسا يكون شو يخدين يا ناس ولا يمكن يقدموا الأمة لقدام أبدا والله الذي لا إلى غيره ما تكذبوا على الناس انت انت اصروا عالم جد كلهم ما بجوز بعد ذاك انت عندك هوا در تخرج در تبقى في حكومة جاد جديدة در يعملوك طمعان تبقى وزير ولا تبقى والي تعمل لك شغلة تانية بتاع الدنيا قول هذه ما تكذب وتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة السمع والطاعة هل تكون للحاكم العادل والظالم ما عنده سمع وطاعة زي ما قال بتاعنا طيب لا لا في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا هالعسر دي شنو اليسر معروف الرخاء العسر دي شنو العسر الشدة زي الحاصل الليلة على الناس والأثرة دي شنو إنو قالوا الحاكم جلموا للناس النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم إنو إذا لقوا حاكم زيدا والحديث للأمة الإسلامية إليهم القيامة إذا متى ما وجدوا حاكم زيدا قال لهم تسمعوا طيبوا له للظالم ذاته والأهد أموالكم ده كلام منو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ناس والله البخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يفلح ولا ينجح ولا في الدنيا دي بيتنعم زي ما الناس بعض الناس ظنين إنو لو خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ده مين اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان رواه البخاري برغم سبعة ألف وخمسة ومسلم برغم ألف سبعمية وتسعة متفق عليه تاني ها أنا أقول شونا يعني طيب قال النووي وأما الخروج عليهم على الحكام الظلم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ما أقول لك بغير حق على الإمام الحق لفلسفة فارغة الحديث ده في الإمام الظالم كلها وكلها الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياك تخرج طيب قال وقد تظاهرت الأحاديث أول شيء قال لك ده الإجماع قال لك ده شنو؟ الإجماع يبقى عندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا شنو يا جماعة؟ الإجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم ولو كان ظالما يأكل أموال الناس ده الحكم الشرعي طيب قال وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة إجماع تانذا كمان ذكر لك الإجماع وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق أوين بتاع بغير حق بالفسق ما ينعزل بالفسق قال العلماء وسبب عدم إنعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين وده في ورد على الجماعة بقول لك سلمية سلمية مظاهرة سلمية لا توجد مظاهرة سلمية أبدا كما قال العلماء ابن عثيمين رحمه الله قال في البداية تبدأ سلمية ناشالين ورقوا طالعين ثم تصير إلى دموية وده الليلة حصل ولا ما حصل ولا ده بشي بعيد فيه بلدنا دي الليلة حصل ولا ما حصل 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 يبقى ما بحاجة سلمية يا ناس انت بتطلع في النهاية وقد يحصل دم منك أو من غيرك من أي طرف من الأطراف احنا ما بنا قيد إنه ده يظلم ده ولا ده يظلم ده لكن في النهاية في النهاية بيحصل دم وحصل الليلة حصل الليلة وهلاك ودمار للممتلكات العيش بيجنيه في حتات بي ثلاثة وبي كم عشي بقى ما في نهاية ليلة أنه مخالفة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر